أي دولة في العالم بطبيعة الحال بتبقى مركزة بشكل كبير في وضعها الاقتصادي فبتحاول إنها تعظم من إيراداتها تزود الدخل بتاع الدولة وتقلل من مصرفاتها عشان بالتالي ما تحققش عجز فيه الموازنة وأي دولة هتقدر إن هي تحقق ده طالما إنه معدلات النمو الاقتصادي عندها أعلى من معدلات النمو السكاني وليها نسبة محددة على مستوى العالم عشان كده لو رجعنا بالزمن في فترة مثلا الصين ليه خدت قرار بإنه يتم إنجاب طفل واحد بس وملكش تاني عشان تقدر تحقق المعادلة دي طب لما حققتها فضلت لا قالت نسمح بالطفل التاني فيه لما بني بص على دول أوروبا مثلا أو روسيا على سبيل المثال هتلاقي تقريبا التعداد السكاني أكاد يكون ما بيزدش في بعض الدول بل وبيقل في بعض الدول الأخرى ليه؟ قناعة بإنه الإنجاب هي مش مجرد إنه إحنا هنجوز ونجيب أطفال لا إحنا مستعدين يجيب أطفال ولا ننصف عليهم ونعلمهم كويس ويبقوا صحيا كويسين نفسيا كويسين هل هنقدر ناخد بالنا منهم ولا لا ما فيش بقى ثقافة إنه كل الطفل بيجي برزقه وأصلا الأطفال اللي عليك كتير عزوة وربوتي بالعيال والحاجات اللي للأسف موجودة عندنا في المجتمع نروح إلى لغة الأرقام هل نسب الزيادة عندنا ما زالت مرتفعة بالشكل اللي يقلق؟ هل في بعض المحافظات النسب فيها اختلفت عن قبل كده ولا لا نعرف الأرقام دي كلها من ضيفي العزيز دكتور حسين عبد العزيز مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء برحب أحراك معنا يا دكتور منوارنا الله يخليك شكرا نتكلم خلينا الأول بصفة عامة معدلات الزيادة السكانية معدلات الإنجاب خلال الفترة الماضية أرقامها مازالت يعني ما اختلفتش عامة كانت عليه على مدار السنوات الماضية؟ لا يا اختلفت لكن اختلف محدود بمعنى ان احنا مثلا النص مليون الأخير من 103 المية وتلاتة ونص زدنا في 120 يوم النص مليون اللي قبله زدنا في 131 يوم فالناس تبتكر انه الله ده احنا بنرجع لورا زدنا في مرة دي 120 يوم في أيام أقل أو في أيام أقل بينما اللي قبل كده لا هو لازم الرقم نبتدي نبص حصل ازاي لو بصينا لهذه العملية حنلاقي انه أولا في حاجتين في موسمية في الموليد ففي بعض الأحيان لو الفترة دي فيها الفترة اللي بتزداد فيها الموليد والموليد بتزيد من أول يوليا لغاية أول سبتمبر أكتوبر هي أكتر شهور فيها موليد هل في سبب لده؟ الظهر الناس كان بتوقط الموليد مع سنوات بداية الدراسة عشان يعني يتظبط اللي انت عارف كان يقولك لازم يكون سنه معين عشان يلتحق بالمدرسة فكانوا يوضبوا العملية بحيث يجي الطفل مع بداية العام الدراسي فده كان يمكن أحد الأسباب أنه بيبقى الفترة دي في قطرة زيادة الموليد لكن في نفس الوقت العامل التاني للزيادة هو الوفيات فاحنا عندنا لازم نغص اللي اتنين حصل فيهم إيه؟ صحيح يعني عذرا مقطعا لأننا كنت في البداية بكلم هل الأعداد دي يقابلها أو بدأ يحصل فيها زيادة عشان أعداد الوفيات قلت بسبب طبعا كورونا وشفنا العملية الفترة اللي فاتت وعدد الوفيات المؤسفة الموجودة على مستوى العالم يعني فهل هنا الميزان حصل فيه اختلاف؟ وبالزبط ده لو بصنا للتحليل هنلاقي كده هنلاقي أنه صحيح أنه زدنا في النصف مليون في 120 يوم لكن السبب الرئيسي في الزيادة هو انخفاض الوفيات لو بصنا للوفيات هنلاقي أن الوفيات انخفضت بحوالي 28% مقارنة بنصف مليون اللي قبل كده الموليد انخفضت أيضا لكن بتسعة ونصف في المية فالتأثير الانخفاض في الوفيات اللي هو الانخفاض الكبير هو اللي أدى إلى أن الزيادة حصلت في فترة زمنية أقل زي ما حضرتك بتقول ممكن ده يكون عامل إيجابي لكن في نفس الوقت احنا كنا نأمل أنه الانخفاض في الموليد يبقى أكبر بحيث أنه العامل الإيجابي يقابله عامل إيجابي آخر من ناحية عدد الموليد صحيح على مستوى المحافظات هل الأعداد اختلفت أو نسب الموليد اختلفت يعني مين الأكثر؟ ايه المحافظات الأكثر إنجابا؟ ما زال لغاية دلوقت المحافظات الصعيدة هي الأكثر إنجابا هي اللي متوسط عدد الأطفال لكل سيدة فيها بيتراوح ما بين ثلاثة لثلاثة ونص بينما في الوجه البحري بيوصل لتنين ونص ومحافظات زي القاهرة بيقل عن كده كمان وهي عندنا مثلا محافظة زي بورسعيد مستوى الإنجاب فيها وصل ممكن لواحد وسبعة من عشر وهو مستوى أقل محافظة ما حصلش قبل كده بالضبط يعني بورسعيد أقل محافظة في معدنة الإنجاب؟ أقل محافظة في معدنة الإنجاب مقارنة بيكون محافظات الجمهورية؟ بس هي طبعا حجمها صغير محافظات الحدودية شمال سينة مطروح مطروح أعلى محافظة في مستوى الإنجاب أعلى الجو القبلي وإن لازم إعلة تبقى بيها وزي فقافة الصعيد بالضبط يعني معدلات الإنجاب في مطروحها دي تقريبا حسب البيانات الأخيرة المحسوبة بناءنا على السجلات الإلكترونية حوالي خمسة متوسط عدد الأطفال لكل سيدة خمسة طب عايشة طبطر هل حضرتك أكيد برضو بتعمله وفقا لهذه القراءات سيناريوهات متوقعة هل كده متوقع أن احنا في العالم هنفضل في نفس المعدل من 2 إلى 2.5 مليون نسمة زيادة؟ لا وحضرتك دلوقتي الزيادة فعليا لو بصينا للأرقام الزيادة حاليا دلوقتي حوالي مليون وسبعمائة واربعين ألف حاليا ده من أول السنة؟ اللي هو من السنة الأخيرة اللي هي سنة عشرين وواحد وعشرين متوسط عدد الموليد في الخمس سنين الأخيرة المتوسط حوالي 2.3 مليون في السنة لكن لو طرحنا منه الوفيات حوالي 600 ألف حنلاقي هي دي المليون وسبعمائة ألف لكن الرقم ده الحقيقة بيدي انطباع برضو أن احنا في موقف كويس هو النقطة الأخطر هو مكونات الرقم ده موليد ووفيات لو بصينا للموليد حنلاقي لا هي دي المشكلة الأساسية اللي هي نفس المعدلات لا قلينا شوية لكن ما هواش بالمستوى احنا لغاية سنة 2014 آخر مسحة عمل كان متوسط عدد الأطفال لكل سيدة 3.5 حسب البيانات الأخيرة وفقا للتسجيل الإلكتروني لا نزلت لتنين وتسعة سنة عشرين عشرين نزلت لتنين وتسعة فحصل تقدم السؤال بقى هل التقدم دوت كافي؟ لا مازال غير كافي لأن احنا طموحنا ان احنا نوصل لمستوى الإنجاب زي الدول المتقدمة اللي هو واحد وستة واحد وستة من عشر واحد وستة من عشر نقدر نوصل اه لو عندنا بقى الإرادة عندنا البرنامج الخاص بتنظيم الأسرة دعم وتم الدفع بكفاءة المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية ابتدى يشتغل بكل مكوناته في الحالة دي هنقدر نوصل او هنقرب من مستوى الإنجاب في الدول المتقدمة طب يعني وسائل تنظيم القصة مفترض أنها منتشرة على مستوى المحافظات كلها في حملات توعية وطرق أبواب للتوعية بيعني تخفيض معدلات الإنجاب وسلبيات الإنجاب الكثير هل يعني البعض بيشعر أنه كل هذه الحملات ومبادرات الطيبة أفكار عظيمة إنما على الأرض نتائجها زي ما حالي بتقول كده واضح نحن هي ضعيفة لا هي مش ضعيفة يعني أنا برضو مش عايز الناس تبقى متشأمة لا إحنا حققنا نتائج يعني متوسط عدد الأطفال للسيدة في الستينات كان حوالي سبع أطفال لما نبقى في 14 نزلنا لتلاتة ونص يعني إحنا قلنا النص تقريبا فإحنا كان فيه اتجاه دايما للانخفاض نزلنا من 7 لخمسة في التمانينات ثم إلى 3 في 2008 لكن حصل في فترة معينة الزيادة القفزة بتاعة التلاتة ونص دي يمكن سببها حضرتك عارف أنه في 2011 كان فيه الفترة عدم الاستقرار ثم يعني فترة عدم الاستقرار يبقى فيها فترة تبقى فترة زيادة إنجاب لا الاهتمام بخدمات تنظيم الأسرة قال في هذه الفترة فبالتالي ممكن يؤدي إلى زيادة الإنجاب في نفس الوقت أنه يعني فترة حكم الإخوان لم يكن هناك التوجه بتاع فكرة تنظيم الأسرة مسيطر وبالتالي أنا بعتقد أنه حصل فيه انخفاض لكن بعد كده لوما درسنا مستويات الإنجاب وفقا للتسجيل الإلكتروني لا لقناها في 2017 ابتدت تنزل لتلاتة واربعة في 2018 نزلت لتلاتة وواحد واستمرت في الانخفاض حسب آخر بيانات عندنا لسنة عشرين زي ما بقول اتنين وتسعة فمعنى كده إن احنا لانخفاض سنة عشرين كم؟ سنة عشرين اتنين وتسعة عشرين اتنين وعشرين لا عشرين 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 اه اتنين وتسعة يعني عشرين واحد وعشرين الرقم الأولي بتاعها حوالي اتنين وستة فإحنا مثلا قال لي شوي ما زلنا في اتجاه الانخفاض طبعا ما حضرك فترة كورونا والإغلاق وعودوا في البيت وما تحركوش وكده الحمد لله ما أثرتش عندنا طب الحمد لله هل حررك يعني لمسته برضو إنه لما بيكون فيه ظروف صعبة سواء بحلية أو على مستوى العالم ظروف اقتصادية أو حالة ضبابية للمشهد خلال الأيام القادمة زي ما احنا دلوقتي مثلا بشافين ديني هحصل فيه إيه مع الحرب اللي شغالة هل الظروف اللي زي دي بتبقى مؤثرة على معدلات الإنجاب؟ طبعا بتبقى مؤثرة بس ممكن تبقى مؤثرة في الاتجاهين يعني ليه كورونا ما زادش لأنه قاعدوا يخوفوا الناس أنه قد يترتب على الحمل في ظل ظروف كورونا أنه الجنين ما يبقاش طالع ساوي وأنه مش عارف فابتدت الناس تخاف وبالتالي يمكن لهذا السبب قال أرجو بقى أنه لما ظروف كورونا اختلفت شوية وقالت مدى الخطورة ما نلاقيش تاني في 22 ما نضربش تاني في 22 الناس تعود هذه العملية فإحنا يعني من هنا بتيجي أهمية بقى تكسيف برنامج تنظيم الأسرة والمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية يقدر يقوم بدور قوي جدا يضمن أنه لا ما يحصلش تعويض لهذا النقص اللي حصل خلال الفترة اللي فاتت دكتور حسين المحرك بتصدروا هذه البيانات بتحلصوا على إرسالها لأي جهات يعني هل فيه نوع من التنصيق موجود أنه البيانات دي بتظهر فبتوضح لنا خريطة السكانية عاملة إزاي فبيتم مثلا إرسالها إلى كل المحافظات عشان برامج العمل اللي عمل مبادرات معينة مثلا للتوعية ورفع الوعي يبدأوا يبصوا على إيه المحافظات اللي فيها أكتر معدلات إنجاب فيبدأوا يخطبوا الناس هناك ويعملوا حملات أكتر هناك عشان يحاولوا يخفضوا من معدلات إنجاب في المحافظات طبعا هي كل البيانات الأساسية دي اللي بيصدرها الجهاز بيتم توزيحها على كل الجهات في الدولة بيتم أساسا لإرسالها لوزارات التخطيط والصحة بحيث تعرض عليهم بشكل منتظم عايز أقول لحضرتك كمان أن الجهاز لأول مرة منذ 2014 أجرى المسحة صحة الأسرة المصرية نتائجه حتعلن إن شاء الله الشهر ده وبالتالي إحنا بنتوقع أو بنأمل أن النتائج تكون إيجابية تؤكد نفس المشاهد اللي إحنا بنتكلم عليها دلوقت لكن ميزة المسح بقى أنه كمان مش بس حيقول لنا الواقع إنما حيدين الفرصة أن نحنا نفسر الواقع ده حصل ليه لأنه بيربط الإنجاب بالعوامل الاقتصادية والاجتماعية اللي حضرتك بتشير إليها بحسب مستوى التعليم بحسب مستوى الصروة بحسب مستوى الحياة الاقتصادية كل العوامل دي بتتربط بمستوى الإنجاب فبنقدر نرسم خريطة تفصيلية لوضع السكاني مقارنة بالعوامل الاجتماعية والاقتصادية المختلفة بالأرقام اللي موجودة يعني توقعت حضراتكم سنة عشرين تلاتين اللي ما بقيتش بعيدة يعني أفضل عليها حوالي أقل من ثمان سنين ممكن المية وثلاثة مليون دلوقت يدون نكونوا وصلنا للأدية هو يعني متين وثلاثين أصدقى عشرين وثلاثين ممكن نوصل لحوالي مية وخمسة وعشرين مليون الله لو انخفضنا الواحد وستة ممكن نوصل لمية وعشرين مليون يعني على طول نقل خمسة مليون لكن الميزة أننا لازم أبص أو المشكلة السكانية لازم أبص الفترة زمنية طويلة لو بصنا بقى لسنة خمسين عشرين خمسين عشرين خمسين حلاقي أنه عدد السكان لو كان استمر لتنين وتسعة هيوصل لمية ستة وستين مليون لو معدل الإنجاب اتنين وتسعة من عشر كل سيدة نوصل لكام مية ستة وستين مليون يعني تقريبا مية وسبعين مليون تقريبا طب لو نزلنا الواحد وستة نوصل لكام مية تلاتة وتلاتين مليون يعني نقل حوالي تلاتة وتلاتين مليون أو أربعين مليون خلال هذه الفترة وهو ده النقطة المهمة ما نبصش للفترة القصيرة لازم أبص للمادى الطويل عشان أحس بالفرق هيكون قد إيه وحس إن أنا أقدر أشوف بقى يبقى عندي خطوات منتظمة لو قلت فعلاً الخمسة مليون طب بعد عشر سنين حقل كام لغاية أضمن إن أنا فعلاً بتحرك في الاتجاه السليم دكتور حسين اللي وإحنا قلنا النهاردة إن شاء الله المجتمع كله تكاتف ووصلنا لمعدل واحد وستة من عشرة معدل الإنجاب يقابله ربنا يكلم رب معدل نمو خمسة أو ستة في المية هل ده يبدأ يخلي الناس أو تأديرات حضراتهم يخلي الناس تبدأ خلال قد إيه تشعر بأنه الوضع الاقتصادي بالنسبة لهم بالنسبة للمجتمع بالنسبة للدولة يعني بدأوا يشعروا بتحسن حضرتك زي ما حضرتك قلت فيه علاقة بين معدل النمو الاقتصادي ومعدل النمو السكان الأدبيات على مستوى العالم بتقول أنه عشان الناس تبتدي تحس أنه مستويات المعيشة ممكن تتحسن مستوى النمو الاقتصادي لازم يبقى ثلاث أضعاف مستوى النمو السكاني يعني لو كان النمو السكاني 2% يبقى لازم مستوى النمو الاقتصادي ما يقلش عن 6% إحنا كنا قبل كده بنعمل 7% لكن كان مستوى النمو السكاني 2.56 فما كانش بيحقق هذه المعادلة أنا شايف أن إحنا لو استمرنا في الاتجاه اللي ماشي دلوقت ولو المشروع القامل لتنمية الأسرة المصرية اللي إن شاء الله نأمل أنه يبتدي يتحرك في السنة الحالية حيبتدي يجيب نتائج حيبتدي فعلا الناس تبتدي تحس بهذه العملية النقطة الأساسية اللي لازم نبص لها أيضا هو التركيب العمري للسكان كنت سأسأل حضرتك عليه فعلا هل فيه يعني النسب فيه اختلفت ما بين مثلا الفئة من الأطفال لحد 10 سنين أو 15 سنة فئة الشباب فئة الكبار إحنا مصر أولا دولة فتية جدا يعني لو بصنا دولة شابة صحيح لو بصنا لي نسبة السكان أقل من 30 سنة نلاقيها حوالي 62% إحنا عندنا في هذه العملية لكن النقطة الخطيرة جدا أنه نسبة السكان في الفئة أقل من 15 سنة حوالي 34% تلت سكان مصر أقل من 15 طب إيه خطورة هذه الفئة الفئة دي هي المجتمع بيتحمل تكلفتها بالكان من الصحة التعليم الرعاية الاجتماعية والثقافية إن أنا أجهزهم لدخول العمل بعد كده ثم يلاقي فرصة عمل ثم بعد كده يلاقي فرصة سكن ملائم عشان يقدر يتجوز إذن كل مقلة هذه الفرصة كل ما قلت نسبة هذه الفئة كل ما إدى الدولة الفرصة إنها تخش فيما يسمى الاستفادة من الفرصة الديمجرافية والعقد الديمجرافية كويس طيب دي نقطة بس مهمة برضو مهمة نوضحها للسادة المشاهدين إنه كتير بيتقال إنه يعني طب ما إحنا دولة شابة ما هو المفروض إن إحنا نستغل هذه الثروة البشرية لكن لازم نوضح إنه عشان نقدر نستغلها لازم تعد بشكل صحيح عشان تعد بشكل صحيح بحتاج إن معدل نمو الاقتصاد يبقى عالي فيبقى عندي القدرة إن أنا أهل أصرف عليها بالضبط فأهله اقتصادياً واجتماعياً ونفسياً وصحياً فيبقى قوة دافعة للاقتصاد أكتر بالضبط إنما طول ما إحنا في هذا الصباق اللي مش قادرين إن إحنا نحقق فيه المعادلة الصح للأسف الشديد هيبقى الـ 34% دول مش هيؤهله بشكل صحيح فبالتالي هيبقوا قوة دافعة إلى خلفي مش للأمام يعني مش حقدر أهلهم لا تعليمياً ولا صحياً بشكل كويس ولا حقدر أجهزهم لفرص العمل المطلوبة وخصوصاً في الوقت الحالي طبيعة فرص العمل اللي حتبقى موجودة مختلفة تتطلب استثمار قوي جداً عشان يقدر يخش سوق العمل طب أنا النهاردة لو العدد ده زاد مش قال يعني معنى كده إن أنا حابقى أتطلب المجتمع حتطلب نفقات أكبر على هذه الفئة وبالتالي هيبقى الإتاحة هي الأساس مش الجودة نعم نعم صحيح طيب بالنسبة برضو الأرقام اللي أدع حضرتك فيما يخص معدلات الزواج والطلاق هل حصل في المعادلة دي أي اختلاف في الفترة اللي فاتت؟ هو يعني إحنا لو بصنا للأرقام الأخيرة لهذه العملية هنلاقي بس يعني كتير مننا بيحس إن معدلات الطلاق عندنا بقت مرتفعة بشكل إيه؟ يعني هي عالية بس مش بالخطورة اللي الناس بتصورها يعني في سنة 21 عدت حالات الزواج حوالي 880 ألف في السنة؟ في السنة سنة 21 ما زادتش عن سنة 2020 غير بـ 4000 مش نسبة كبيرة مش نسبة كبيرة إنما عدد حالات الطلاق في 21 254 ألف حالة طلاق هي بقى اللي زادت بنسبة بعدد أكبر حوالي 32 ألف مقارنة بـ عام 2020 فإذن في زيادة في أعداد حالات الطلاق في سنة 21 يمكن كورونا وكانوا قاعدين وشون في وش بعض كانت تتواحدة من الأسباب أصلاح حصلت أسباب فيها 876 يعني حوالي 25% المقارنة دي من الصح لأن حالات الطلاق ما هيش مرتبطة بالمتجاوزين السنة دي هي مرتبطة بالموجودين في حالة الزواج طول الفترة أنا عشان قلت طب نبص بقى بالأرقام قدي إيه حالات الطلاق نسب حالات الطلاق بحسب مدة الحياة الزوجية فلاقيت لا الأرقام مختلفة لو بصينا إحنا عندنا الحالات الطلاق اللي تمت في العام الأول يعني في سنة واحدة جواز أول سنة جواز أول سنة جواز 25 ألف حالة فقط مقارنة بكتير بس مقارنة بكان بـ 876 ألف حالة زواج نسبتهم قد إيه 2.4 من 10% طب هل هناك ارتباط ما بين عدد الزيجاة الجديدة وزيادة عدد الموليد يقابلها عدد حالات الطلاق آه دي نقطة مهمة بقى كل بسبب يعني الثقافة أو المجتمعية في مصر اللي انت عارف أي حالة زواج الأسرة بتبتدي تزن على الم... البطيب العيال فين الأحفاد فين الأحفاد فبالتالي تأخير الطفل الأول صعب جدا فبالتالي أول يعني كل ما زادت حالات الزواج حيزيدوا على طول الطفل الأول آه إحنا بنأمل أنه يحصل تغيير في هذه العملية ممكن الرئيس كان بيقول أنه... خدوا وقتوكو خدوا وقتوكو صح بتعودوا على مسؤوليات الحياة الزواجية وأنه هم حتى كان بيقترح 3 سنين عبل ما يخلفهم لو نجحنا في هذه العملية دي حتفرق جدا في زيادة عدد الماليين الفكرة الثانية المبعدة الطفل الأول أجيبه وبعدين أستنى 3-4 سنين كمان وأجيب الطفل الثاني فلو أنا حجيب طفلين حتى يجوا على مدار فترة زمنية أطول يريح المجتمع صح يبقى عنده الإمكانيات أنه يستوعب الزيادة اللي بتحصل بشكل تدريجي وبشكل أفضل في هذه الحالة صحيح لكن... ونقطة مهمة كمان أنا حالك برضو قلت أنه أول سنة جواز فيها نصب طلاق قد تكون مش ضخمة جدا بس هي برضو مش قليلة مش قليلة والسنة الأولى دي اللي بيحصل فيها الطلاق بهذه النسب فيها أطفال موجودة فهما اللي يصدموا طبعا ولذلك إنهم يدوا نفسهم المساحة سنة أو اتنين وعبالما يتعودوا على الحياة الزوجية بمسؤولياتها ثم يقرروا ياخدوا قرار الإنجاب يمكن ده برضو يعمل فرق في معادلات الزيادة بالفعل طبعا هو أولا بيزود استقرار الأسرة نفسها أولا بتكون الكاب اللي بتده ياخده على بعض أكتر يتفهمه بشكل أكتر فبالتالي يحصل استقرار الأسرة عندما يتم الإنجاب يبقى في ظل أسرة مستقرة وبالتالي تستطيع إن هي فعلا تدي الوقت الرعاية المطلوبة للطفل زي ما حضرتك كنت بتقول مش مفروض إن أنا أخلف وخلاص لا أنا لازم أكون جاهز لإن أنا أخلف ووفر الرعاية للطفل اللي جاي دوت بشكل سليم حتى يضمن إنه هو يقوم يعني ياخد فرصته في المجتمع وبالتالي يمكن كل ما الإنجاب تم في ظل أسرة أكثر استقرارا في ظل زوجين أكثر تفاهما وأكثر وعيا لدورهم كل ما دا يدفعنا استقرار المجتمع كل ما دا يدفعنا أكثر للمجتمع يبقى أكثر استعدادا لتقبل الأطفال ورعايتهم وتخيل حضرتك أنه يعني أعتقد حدك ممكن تتطفق معي أن دا لو تحقق أسرة مستقرة وقررت تنجب وأحسنت تربية أبنائها كل دا هيسمع بقى في معدلات التحرش والمشاكل والأخلاقيات والخلل اللي للأسف موجود على مستوى المجتمع يعني ثقافة الزحام اللي انتشرت في المجتمع ما هي جاية من كده صحيح يعني أحد النقاط المهمة جدا إحنا كنا كلنا متكدسين في 7% صحيح من الأرضة وصلنا 14% 13 و 7 من 10 يعني 14% تقريبا يعني لك أنت تخيل أن احنا بنتكلم على ضعف المساحة اللي كانت مأهولة على طول الكسافة السكانية هتبتدي تتغير ثقافة الزحام اللي كانت موجودة تفريغ مثلا بلد محافظة زي القاهرة والانتقال للعاصمة الإدارية حيعمل نوع من المتنفس اللي حيغير ثقافة المجتمع وحيغير سلوكياته وحيزود نوع من الاستقرار أيضا في المجتمع صحيح دكتور حسين يعني سعداء بن حركة شرفتنا النهاردة وبالأرقام اللي حضرتك أطلعتنا عليها دكتور حسين عبدعزيز مستشار رئيس الجهاز مركز التابق العامة والأحصاء شكرا شكرا جزيلا